السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنقدم لكم حلوة كرام حلوة الغابة السوداء بطريقة لي تحمق انا متأكدة انكم ستجربوها كيفما تعجبكم لا تنسوش اضعوا لي لايك وتختار الفيديو مع الاهل والاصدقاء اضعوا فيديوهات جديدة اضعوا فيديوهات جديدة اضعوا فيديوهات جديدة اضعوا طريقة التحضير وفرجة ممتعة اول حاجة نبدأ الكريمة في الوسط الكريمة الشوكولات لا يريد استغناء 150 مل الكريمة السائلة متفرع إلى 35% أو 30% المادة الدسيمة تغلي على النار نحيدها من فوق النار ونضيفها 100 جرام شوكولاتة السوداء يكون على الاقل فيه 50% الكاكاو نخلطه ونضيفه 150 مل الكريمة والتي تكون باردة من ثلاجة اذا كانت الكريمة حلوة اذا كانت مصوصة يجمع الكبار العسل في الول هنا بلاستيك الغدائي على الوجه ونضيفها ساعة في المجمد سوف نضيفها ليلة كاملة في تلاجة سوف نضيف الشارب ونضيف الحلوة ونحتاج نفس القياس السكار مع الماء ونضيف الحامض ونضيفه على النار ونضيفه 40 دقائق ونضيفه ثم نضيفه ونضيفه جانبا سوف نضيفه سوف نضيفه بيضات عادية 120 جرام السكار 100 جرام الدقيق بيضات كبار 120 جرام الدقيق 30 جرام الكاكاو المر فاني وقبصة الملح 1 جرام 1 بيض ثم نضيفه حتى يضع حجمه ونضيفه ثم نضيفه 1 دقائق 1 دقيق ونضيفه ونضيفه على دفوعات يجب أن نضيفه من الأسفل سوف نضيف الدقيق مع الكاكاو سوف نكمل سوف نخلطه سوف نقسم الجنواز سوف نضيف الجنواز سوف نضيف الدقيق نضيف الخليط نضيف الدقيق سوف نضيف الخليط اوضيع الدقيق يجب عليها من 1 جنب و 1 جنب بقارقيق و 1 جنب بقارقيق عكس على النفش طيبتها في صينية ثقيلة يجب عليها جيدا يجب عليها حرارة دائرية على 170 درجة يمكن أن تفعل الأسفل والأعلى والجنواز في الوسط طيبتها 10 دقائق هنا كما ترى 1 جنب على الأسرة يمكن أن يقضي بقارقيق و 1 جنب ولكن يجب عليها من 1 جنب و 1 جنب سوف نقل بها على ورق الطبخ سوف نضيف الأخرين انظروا معي هذه اللي طيبتها على صينية ثقيلة يجب عليها من الملاتش و حتى شكلها سبحالله العظيم جزوين يجب عليها من الملاتش يجب عليها من الملاتش يجب عليها من الملاتش و نضيف الملاتش يمكن أن تقوم بإمكانكم بإمكانكم نفس القضية في صينية كبيرة يعني تقسموا جنواز كبيرة ثم تقسموها على ثلاثة و سوف تجب عليكم الحلوة مستطيلة حتى هي جيدة هنا لدي نصف لتر الكريمة السائلة تفرع إلى 35% من المادة الدسيمة وضعت بول في المجمد وضعت الكريمة التي لا يعودها بجوش العلاب الشانتي و نخلطها 400 مل حليب هنا نضيف الكريمة 100 جرام سكر ناعم لأن الكريمة المسوسة إذا كانت الكريمة لكم حلوة بلا ما تحتاجوا تضيفوا السكر غير كتبدا الكريمة تماسك و تطلع إلى هذا الشكل توقفوا لأن المبالغة بزاف كنضيعوا بها الكريمة و نحصلوا على واحد الزبدة نضيفها هنا جانبا و نضيف المونتاج نقسم الكريمة على جوج و نضيف و نضيف مغلفة بلاستيك غدائي و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف المصر و نضيف المصر و نضيف مبالغة و نضيف أتضيف مرحة و نضيف المصر أتضيف نضيف ملحة و لا هنا دائما في الحلوة للغابة السوداء كيديرو لحب الملوك اللي كيكون اما تاري اما كيكون في السيرو او لكيكون بحلقة كنفي اللي كيديرو في سيرو لطاري ممكن انه يصاوب السيرو به او لا يعني يسقي الجنواز بذلك السيرو اللي كيكون في يعني في حب الملوك باش ما نضوخكمش ديرو هاتشي لو قوتلكم وصافي كان قبض حب الملوك وكان قسمه على جوج وكان دكن ستفو بحل هكا مزيان كنضيف عليه لا كخيم وكان بداء كنسرح مزيان ديك لا كخيم حتى كنحاول انني نغطي واحد شوية دائما كيما قد لكم الكريمة ستكون نقطومه على جوج باش يجيكم دك شي زوين ومتول وقد قد سافي كنسرح فيها بحلقة مزيان ونقدها مجنيبة وكل شي ثم غنوضع عليها تبقى اخرى ديالا جنواز ودائما سقيوها مزيان هديك لا جنواز كيف ما كتلاحظو ثم هدي مشيو دابل طبقة تانية اللي هي لغاناش اللي وجدنا هدي نحيدو عليها البلاستيك وغادي انطربوها مزيان بالباطخ حتى غادي طلع اللي طلع الكريمة وبنتلو انها قاسحة وما تتلقاتلوش كي يالجيها بشوية ديالا كريمة هدي رأستيس ما يمخلي وعندكم سافي هنا ايام بعد ما طلعت هدي نديرها في واحد لابوش وغادي نبقى نديرها على الحلوة كيما قد لكم بعد ما سقيتها هدي نصرحوها بواحد لاسباتول مزيان حتى غادي تقد ثم غادي نوضعو اخر طبقة ديال لاجنواز بانسور غادي نسقيوها كيف ما العادة ثم غادي نوضعو فوق منها الكريمة البيضاء بحلها كا وغادي نصرحوها مزيان بواحد لاجنواز كي يديرو الكريمة حتى في الجنب وكي يخدموها وكي يديرو الكوب بود شوكولات في الجنب انا الصراحة بغايت نخرج شوية على المعتاد ونضيرها بهذه الطريقة اللي بغايد يديرها في الجنب رغادي يخليها غير فتلاجة بات طلقة عادي تناولها اللي بغايد يديرها بحالي بحال هاكا يوضحها في المجمد واحد لت ديال سوايع حتى تشد فراصها ولا ليلة كاملة ولا شوفونتوما حتى تشد فراصها مزيان بعد ذاك الساعة كتجبدوها وباش كتتقطع لكم ذاك التقطعها تكون نات انا خليتها شوية في المجمد عاد غطيتها باش ما تلسق شعليها ما يلسق شعليها يعني ذاك البلاستيك وضيحها سافي كنجبدوها بحالاكة وهي هاكا مجمدة كنحيد لها الجواني بقلا خاطري يعجبني المنظر ديالها بحالاكة على انني نوضع ذاك شوكولات هاكا في الجواني بحيث كل شي دير بمثل طريقة سافي هنا هاد الجواني بهادو عرثورة بدو كتتخاطفوا عليهم الوليدات من بعد كننوضحها على طبق التقديم وكان مشي كنوجد شوكولات اللي غندير فوق منها ممكن انكم تشريوه او لا توجدوه هنا الشوكولات خاص يكون على درجة حرارة المطبخ الى كان الصاد بزات كتدخلوه شوية تلاجة الى كان البرد ره باركة كل ما كان على درجة حرارة المطبخ كل ما دوك ليكوبو كتلووه مزيان هنا كتوضعوا ليكوبو على الحلوة ديالكم ممكن انكم تشريوهم مواجدين فغادي تسهلوها على راسكم وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالي كيفما كتشوفو كتغذالة كل ما باتت كل ما كتجي ارواع فارواع كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها هنا ممكن اننا نقطعهم حتى ديبتي سواغي كي يجيوا زوينين وهنا هاتصوير هاتي خدتها بنتي قاتلي واشا قلت يا ماما ديك النهار فاش خدتي لا فغاينواخ في ديك القهوة اللي كانت معروفة فديالكام ماما حسن منها على الف دراجة وصوراتها مسكينة قاتلي شوفوا الفرق وفعلا البنات الحاجة اللي كتصوبوها في الدراجة لكم فكتكون زوينة وكتعرفوا راسكم اشنو كتاكلو كنتمنى تعشبكم قلوا لرأي ديالكم فيها واسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله